لا تزال قيادة المجلس الانتقالي تعبث بحقوق المواطنين وتستخدم نفوذها في السيطرة على بعض الأراضي بالمحافظة آخر صور ذلك العبث ما أقدم عليه وزير الخدمة المدنية والقيادة في المجلس الانتقالي عبد الناصر الوالي بعد رفضه إخلاء عقار تابع لأحد المواطنين بعد انتهاء عقد الإيجار الأمر الذي دفع صاحب العقار وهو المواطن زيد ثابت النقيب لتقديم دعوة للمحكمة ضد الوزير الوالي بعدها استدعت المحكمة التجارية في عدن الوزير عبد الناصر الوالي للمثول أمامها على خلفية دعوة قضائية تتعلق بنزاع عقاري في تفاصيل الاستدعاء أجر المواطن عقاره للوزير المعني لاستخدامه كمطعم في شارع التسعين بمديرية المنصورة وبحسب الدعوة فإن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء لاستعادة حقه وأفادت الدعوة بأن الوزير استخدم نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط على المالك الجديد أو لتجديد عقد الإيجار إلا أن المالك رفض هذه الضغوط وصر على استعادة ملكيته ما دفعه إلى رفع القضية أمام المحكمة التجارية وطالبت المحكمة الوزير عبد الناصر الوالي بالمثول أمامها للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ هذا أيضا من المواضيع مشاهدين التي حظيت بتفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من ضمن هذه التفاعلات ما كتبه محمد النقيب والذي كتب قائلا رفض وزير الخدمة المدنية بعدن عبد الناصر الوالي إخلاء عقار مستأجر من المواطن زيد ثابت أحمد النقيب الذي استخدمه الوزير لبناء مطعم وبالرغم من انتهاء العقد في مايو 24 إلى أن الوزير لم يلتزم بالاتفاق ويرفض إخلاء العقار ما دفع النقيب لتقديم شكوى إلى المحكمة التجارية التي بدأت التحقيق مع الوزير هذا رمز الانتقالي الذي حلمنا فيه محمد النقيب من بعد محمد النقيب؟ الداودي يقول والله كنا لقول أنه نزيه شريف وطلع أو تاريخ حرامي يريد ينهب الرجال حقه ثانيا يريد أن يكتب ثانيا وزير وينافس البسطة بفتح مطعم هذا من غير الوظائف تبع الخدمة المدنية أما أحمد الشعبي فتساءل هل القانون والدستور يقبل ممارسة التجارة والحكم معا في آن واحد؟ يقول مادة 11 تقريبا هو يعني المادة العاشرة والتي تنص أنه لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ومن يستمع للقوانين يا أحمد؟ ومن يعمل بالقوانين؟ ترجمة نانسي قنقر